توقفني ملاحظة واتمنى زملائي يجيبولي صورة الفنانة او اللي بتقدم برامج بسمة اسمها اه اللي هي زوجة الزابط دي كانت طالعة في قناة الناس زمان بيقولوا وكانت لابس حجاب معلش بالتحليل النفس يعني وفجأة بقت اه بتطلع تعمل سوديو فخم وبتلبس كات واجساء من جسمها والدان انا والله معرفش ايه الحكاية طبع هم قالولي زمان اردت معنا زمان كان عندها مرض وخفت وبتعوى ايه يعني بتطلع بلبس حجاب في قناة الناس اللي هي السلفية دي ولا انت التغيير النفسي ده ناتج مني هل فيه اتراب في الشخصية اللي بيش هزول مسلمة فبيخلي الناس في لحظة ما يرجعوا للحجاب كنعمل الاسترزاء مثلا ولا ايه الحكاية دي لا اللي بيحصل نوع من الاضطرابات زي بحيث اشارت في الشخصية نوع من الاضطراب ونوع من مقاومة ضغوط الحياة ضغوط الحياة بقى اللي هي السياسية ضغط عليها ظابط امن ضغط على جوزها عشان يترقى ودي زيجة الكامسة بالنسبة للظابط دود لكن بيحصل علشان اقاوم الضغط ده في ناس تقاوم ان هي تلجأ الى الله سبحانه وتعالى تاخد القوة السند في ناس تلجأ ان هي تفصل المعرفة عن السلوك عن الوجدان فيبقى المعرفة اللي انا عرفه اللي هو قال الله وقال الرسول والعيبه الحرام دي حاجة معرفة دي معرفة وسلوك الظاهر حمادة تاني خالص ما لهاش علاقة اللي هو يقولك طالما هنا بيضو بتعرف بنا انا خلاص سلكة فتحصل بقى حالات التقمص فتلاقي لي بيتقمص عمر خالد فلاقي لي بيتقمص محمد حسان يتقمص الجيم دي هو بايش حالة غير غير هو غير هو يلبس عباية وبالتالي العباية دي مع اي هبة ريح وبتكلم بس مش بس على الدعاوة الممثلين والفنانين المصرين حتى في الخليج شوف لما هبت ريح الاختبار شوف كم عباية قلعت وكم دقن وقعت كم ناس قالت أنا آسف على المرحلة اللي كنت بتكلم فيها دعويا كم حد قال أنا مش على دين محمد بقدر ما على دين ابن سلمان دي دعباية العباية اللي بتقع دي الدقون اللي بتقع دي الحجابات اللي بتشال هي مسألة في الأصل هي شخصية وأقول أن العيب مش بس على هذا الشخص العيب على المنبهرين اللي احنا لازم نعمل التوعية دي يعني تامر جمال طلع عمل شويتين حلقتين عطوة كان أنا بقى تامر دا النجم بقى هو القدوة فقال الله وقال الرسول وقال بالساعة حديثة شوية وشرح شعر يعمل لي ستايلست يعمل لي جوء قال ازا بقى القدوة القدوة في اللحظة اللي بيقولها يعني الكلمة اللي هو بيقولها دي الوقت ممضيش لحد على بياض أبدا وده اللي قلته فيه الشيخ البطاريخ واللي قلته في الشيخ الجسوس اوعى طمضي لحد على بياض اشتركوا في القناة